بهذا الخبر إن شهدت شوارع باب الواد ليلة أمس الخميس مشادات عنيفة بين متظاهرين وأعوان الأمن وصلت إلى ساعات متأخرة حيث تحولت شوارع باب الواد مباشرة بعد نهاية لقاء اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة لساحة معركة بين قوات الأمن ومناصري مولودية الجزائر وسط حضور أمني قياسي وتعود المواجهات إلى محاولة جمهور العميد الوصول إلى العدد القليل من مناصري شباب قسنطينة الذين حضروا لقاء الأمس خاصة مع الحساسية الكبيرة بين أنصار الفريقين على خلفية أحداث قسنطينة العام الماضية